استعدوا لإدارة التفليسة هذا هو النفس الغربي توجاه الوضع الاقتصادي اللبناني ولكن بداية ماذا يعني مصطلح إدارة التفليسة؟ هي بكل بساطة أن البلد لم يعد قادراً على سداد دينه الخارجي والداخلي ومن ثم يصار إلى إعادة هيكلته أو جدولته بمساعدة المؤسسات والصنضيق المالية الدولية ولكن هل وصلنا إلى هذه المرحلة من الخطر؟ لبنان ما أخل ولا مرة بتاريخه عن سداد دينه دين يعني السندات الخزينة إن كانت المطروحة بالأسواق العالمية اليورو بونز أما الدين الداخلي بالتالي ما في موضوع إذا بدك تفليسة والتفليس كبلد ما بيفلس بلد ما بيدفع دينه 69% من موجودات المصارف أي ودائع الناس هي في مصر في لبنان الدولة استدانت 14% منها وهناك 55% ديناً على مصر في لبنان ما يعني أن تخلف الدولة عن السداد أو تعثر المصرف المركزي سيؤدي حكماً إلى خسارة المودعين مدخراتهم بعد خسارة المصارف رسمي لها إذا بدك أي خلل بدفع ديننا ومستحقاتنا ممكن يأثر على المودعين إذا صار فيه نوع من بيسموها run to bank صار فيه نوع من البانيك والمودعين راحوا على المصارف بدون يسحبوا كلهم ودايعهم بالطبع اليوم الودايع اللي هي 170 إلى 180 مليار دولار مانا كلها موجودة عند المصارف لأنه هاي دي موجودة إن كان شي قسم بمصر في لبنان شي دولة مستدينتها كماناً مثل ما شفنا سبقوا باليونان وبأبرز صار فيه نوع من المفاوضات مع الدائنين بالمصارف إنه نعدلهم بدل ما نعدلهم مدخراتهم 100% نعدلهم 70% منهم نقططع شي اسمه haircut نعم نقططع 30 أما 40% لبنان ما وصل بعد لهالدرك وإذا كان لبنان لم يصل إلى هذا الدرك فلماذا يأتي التهويل الخارجي ليزيد الطينة بلة على الوضع الداخلي المتأزم أصلاً من جراء الاشتباكات السياسية قبيل الأزمة المالية العالمية بال2008 سبقوا بعض وكالات التصنيف صنفت مصارف بالدرجة الممتازة قبيل الإفلاس بنهار واحد إذن نحن ما بدنا نقول أنه التقارير مسيسة بس مش بالضرورة دايما تكون هالتقارير صائبة على مر التاريخ أعلنت 83 دولة إفلاسها بسبب تخلفها عند فعلتزامات ناجمة عن ديون داخلية وخارجية تضم لائحة الدول التي أفلست مرة أو أكثر اقتصادات كبيرة أشهرها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والصين أما لبنان فيحاول إبعاد شبح الإفلاس عن طريق موازنة لم ترى النور إلى اليوم فيما يرسم مصرف لبنان الهندسة تلوى الأخرى لإحياء الاقتصاد وهو رميم فيما الفساد يكلف لبنان عشرة مليارات دولار سنويا الانحلاق قناة الجديد